موسيقى اهلا بكم كل عزيزي المشاهدين والمتابعين اهلا بحضراتكم من كل مكان في العالم ومن كل مكان في الوطن العربي ومن كل مكان في الدول العربية الحبيبة والشقيقة الحقيقة جماعة بدأ النشاط الزلزالي يظهر من جديد بعد زلزال المغرب وبعد اعصار دانيال في ليبيا وبعد فاجعة درنة في ليبيا ظهر اليوم زلزال يضرب الجزائر وثلاث زلازل اخرى في ثلاث دول اه 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 اوروبية ولكن اللي همنا اه يعني مش القوة دلوقتي لكن مفاجأة النشاط الذي يزاد نشاط زلزال يزاد على غفلة اعتبارا من الامس احنا بنكلمكم اه اليوم 18 تسعة او يوم الاثنين 18 سبتمبر الفين 23 وطبقا لما قاله الخبير الهولندي او العالم الهولندي او بعض الخبراء اللي اه بيتبنوا اه نظرية هندسة الكواكب اه النظرية جديدة اه اللي بيربطوها بيبدء اه الانشطة الزلزالية فهم بيحذروا من غدا لغاية يوم واحد وعشرين يعني بيحذروا من يوم 19 سبتمبر ليوم واحد وعشرين انه هيبقى فيه نشاط زلزالي عالي جدا وانه هيجي زلزال اه يعني يفوق السبعة اه رختر او قواته هتبقى عالية فاللي خلى اه اتجاه وسائل الاعلام اليوم الى الهزة الارضية اللي حدثت في الجزائر وبعد الزلازل الضخمة اللي حدثت في الدول الاوروبية هو انه بدأ فعلا نشاط زلزالي يظهر على الخريطة وفي ازدياد فهل سيتحقق بما قاله العالم او الخبير الهولندي عن اه بداية او او ظهور زلزال قوي اه اعتبارا من يوم 19 او في الايام التالية ما بين 19 ل 21 سبتمبر طبعا الله هو الاعلى والاعلم ولم يثبت حتى الان نجاح هذه النظرية والعلماء يرفضون هذه النظرية ولكن بعض الخبراء الاخرين اه يعني بيصدف او بيتيجي كلامهم صح تقريبا في حالات كثيرة فأدينا مستنين التلات يام القادمة وباذن الله ان لا يصدق تنبؤهم او توقعهم وباذن الله تعدي على خير يلا بينا نشوف الاخبار المعانة والتفاصيل والحكاية والرواية وقبل ما نبدأ بفكر حضراتكم بدعم القناة بعمل الاعجاب واللايك للفيديو ما تنسوش يا جماعة دايما نقول اللهم نستودعك الارض ومن عليها نقولها مليون مرة اللهم نستودعك الارض ومن عليها لان برضو الايام اللي احنا فيها ايام صعبة جدا كمان ما تنسوش نشر الفيديو ومشاركة الفيديو مع الاخرين لتعم الفائدة وتظهر الحقيقة بالتوصيق والتواريخ ايه وما تنساش الاشتراك في القناة لو حضرتك عايز يوصلك كل جديد في كل ساعة كل اللحظة تدوس على الزرات تحت الفيديو المكتوب عليه اشتراك يلا بينا نشوف الاخبار اللي معانا واول خبر بيقول ايه بعد كارثة المغرب واعصار ليبيا زلزال يضرب الجزائر واحنا ما بنجيبش الاخبار من دماغنا ولا نصنع الاخبار من دماغنا ولكن كما هو مكتوب بنحطه بالزبط وده من جريدة دويته وكان بالامس بالليل يوم الاحد 17 سبتمبر واحنا اليوم قلنا الاثنين 18 سبتمبر صباحا وبرضو في اليوم السابع يوم الاحد مساء هزة ارضية تضرب شرقي الجزائر ولو قرينا الخبر بيقول ايه ضربة زلزال بقوة 3 و 2 من 10 درجة على مكيسر اختار اليوم الاحد ولاية قلمة او بالمة حاجة زي كده بالجزائر اسف ناط الاسم ولكن هي مكتوبة بالمة او قالمة المهم هي في شرق الجزائر الدرجة الزلزال او الهزة هي 3 و 2 من 10 هي ضعيفة فعلك ولكن زي ما هم كتبين برضو في كل المواقع زلزال والقصة مش دركته علي الحمد لله علشان اخوتنا واحبائنا في الجزائر لم يحدث لهم شيء ولا يتأثروا به ولكن الفكرة ان بدء نشاط زلزالي في المنطقة المغاربية يعني فيه ظهور نشاط زلزالي في المنطقة المغاربية فده يعني يدل على اشياء في القادم في المستقبل وده حسب الكلام اللي بتقال من الخبراء الزلزل وذكرت وسائل اعلام جزائرية ان مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء اعلن اليوم الاحد عن رصد هزة ارضية شدة 3 و 2 من 10 درجة على مكاسر اختر وقال مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء في البيان الصادر على انه تم تحديد مركز الهزة بتلاتة كيلو متر شمال شرق بين جراح بولاية فلمة وتأتي تلك الهزة التي اتعرضت لها الجزائر في عقاب الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب وتسبب في مقتل واصابة الالاف ونكمل بقى الزلازل اللي ضربت الدول الاوروبية الاخرى طبعا هنا عن الجزائر هنا برضو عاجل زلزال وهنا مسميينه في كل المواقع يا جماعة زلزال بقوة تلاتة واثنين من عشر يختر يضرب الجزائر وهنا زلزال يضرب الجزائر بقوة تلاتة واثنين من عشر يختر في القاهرة اربعة وعشرين ونبدأ بقى نشوف هنا زلزال قوي يضرب كندا يوم الاحد سبعتاشر سبتمبر وده برضو مساء اعلان بقى اعلانة الهيئة المسح الجيولوجي الامريكية اليوم الاحد تسجيل زلزال بقوة خمسة وستة من عشرة على مكياس رختر غرب ساحل كندا وعمقه عشرة كيلو متر تحت سطح الارض يعني قريب جدا وخمسة وستة من عشرة يعتبر زلزال فعلا آآ قوي آآ وبدء النشاط الزلزالي ظهر عندنا كمان زلزال بقوة خمسة وواحد من عشرة درجة يضرب شمال ايطاليا يعني احنا لا بنسمع في كندا ولا ايطاليا عن زلازل قدلنا فترة كبيرة فادي كده ده امتى بقى ده في تمنتاشر سبتمبر اليوم الاسنين الاثنين تمنتاشر سبتمبر الساعة سبعة وربع صباحا وافادة هيئة المسح الجيولوجي الامريكية الاسنين بان زلزالا بقوة خمسة وواحد من عشرة درجة ضرب شمال ايطاليا وكان بعمق عشرة كيلو متر عشرة كيلو متر يعني برضو عمق آآ قريب جدا وخطر جدا وهنا العالم الهولندي يحذر من زلزال عنيف وتسنامي خلال ايام وعلماء يحددون المناطق التي ستواجه ظاهرة مناخية خطيرة مستقبلا فاحنا لسه في اطار الكوارث الطبعية الخطيرة وعندنا زلزال برضو ضرب اندونيسيا يوم الاحد سبعتاشر سبتمبر بقوة خمس درجات يضرب شرقي اندونيسيا ونشوف الخبر سريعا برضو ضرب زلزال بلغت قوة وخمس درجات على المكاسر اختر اقليم بابوة الغربية شرقي اندونيسيا اليوم وذكرت وكالة الارصاد الجوية وكذا ان الزلزال واقع صباح اليوم الاحد وعلى بعد كذا وكذا وعلى عمق برضو عشرة كيلو مترات يعني قريب جدا من سطح الارض وهنا جماعة نقول فعلا النشاط الزلزالي زي ما تقال بدأ يظهر اندونيسيا وايطاليا وكندا والهزة الارضية اللي في الجزائر وده مبشر على انه احتمال زيادة زي ما قالوا النشاط الزلزالي في الكام يوم اللي جايين وهناخد بالنا وهنراقب من يوم تسعتاشر ليوم واحد وعشرين وهنقول لحضراتكم الحقائق في وقتها واسعتها وان شاء الله يا رب ما يكون فيه اي شيء ويكون توقعات فاشلة ودايما نقول ان العلم عند الله فقط وربنا يحميكم ويحمينا وكان هذا اهم ما جاء في اخبار اليوم صباحا وربنا مع جميع الدول البريئة ونقول اللهم نستودعك الارض ومن عليها ياريت تكتب ده مئات المرات كمان ما تنساش دعم القناة بالاعجاب واللايك وما تنساش نشر الفيديو ومشاركة الفيديو حتى تعم الفائدة والمعلومة الصحيحة تصل للجميع ولو عايز يوصلك كل جديد دوس على الضرار اللي تحت الفيديو المكتوب على الاشتراك ليصل كل جديد في كل ساعة وكل لحظة انتظروا الفيديوهات القادمة الهمة واترككم في رعاية الله وامنه والسلام ختم على الجميع اشتركوا في القناة